الحل يقولوا ينجم يكون زادة في تشريك الأحزاب في الحكومة اليوم طرح تحياته هذي أمر ما عاش تحكي عليه هذي أمر من منذ الاختيار واضح وتشريك الأحزاب نبدو بالاختيار عطا وريقتهم في البحدة كيما الامتعانة ذيك الدبار الاستمارة هاي رجعت لهم نونقونك ليونت فإني وعطاء الرئيس رخناك أذية مسألة الأحزاب في المرحلة الحالية أنه معناها الوضع غير ملأم للأحزاب اليوم ثم حتى نوجع لدى الراي العام أن تحمل الأحزاب جزء كبير مما يحدث في هذا المشكل لحالة التعطر والتعطل عليها المؤسسات الحالة الاقتصادية الاجتماعية المتردية فيه جزء منه بالغاية طولة بالسيهر أنا مش نعطي فيه أحكام لكن معناها نعين على أنه معناها الراي العام اليوم هو مساند أكثر الحكومة الكفاءات منها الحكومة أحزاب كل عنوان اليوم الفات انتباهي جدا في جريدة الشروق تقول الصراعات السياسية مستمرة رغم صعوبة المرحلة هل نحتاج حكومة أحزاب أم حكومة تونسيين؟ تقول الأحزاب خارج المعادلة اليوم؟ شخصي هالأقدر حسب وجهة نظر الرئيس والرئيس ما رسال صلحي تدس بالتجاه دي فانه لم يبحث الرئيس على تفام مع الأعزاب معناها في تقديره على انه من غير الضروري اليوم ان المرحلة ما تطلبش انه نتفامه مع الأعزاب هذي المنصر بسيد هشام المشيشي هينجح يكتمل لا يكتمل هذي رهين جلسة الثقة وهنا جايين لقاءكم بسيد هشام المشيشي نذكر لي التوازنات القوة داخل البرلمان تعطي تقريبا كيبا قلت انتي لجالي تيلز مباراة الحسب مياء ضد ميات النائب 17 في الوسط تقريبا سيموسو بن احمد رئيس كتلت تحية تونس اضيفنا في تسعين دقيقة فاصل ومواصلين